بتشغل الشريط بيتمشي بإيدك حد ما توصل أول بيسترام مثلاً أو المظهورة يعني بتعلم عليها بألم وتروح عند آخر كوبلي بتروح برضو معلم بألم يعني تشيل المنطقة دي وتروح لحم أو تعمل كوبي انت بتسجيلها مرتين وتروح واخدها وحططها مكان تاني مثلاً بعد الكوبلي الأولاني مثلاً أو بعد السولو أو كده يعني فكان لازم كده وبتقص المقص اللي هو كتر مخصوص انت فيه طريقة كنت بتحرك الشريط حد ما تظبط التمبو يعني بمظبوط يعني وبس بتلزق كده بالمتاع خلص بتلزق باللزاق يعني مشتقل ما بالنمش تقريباً كان فيه كمية إنتاج ضخمة جداً وكان فيه نهضة تعتبر نهضة للمزيكة المزيكة تطورت جداً نوع المزيكة تطور والتكنيك اللعبة بتاع المزيكة تغير زي كان شريع أو غربي أو كده يعني حصل مكس بينهم يعني فكان فيه في السوق كميات مزيكة بتنزل كانت تقريباً كل أنا كن كل مثلاً أسبوعين بنبتدي ألبوم جديد مثلاً في الستوديو اللي كنت فيه اللي هو كان بيجي نتيجة تحتكاك الشريط بالهد أول ما احطت الشريط في الكاسد كنت بسمع دي الهيسن بتاع الشريط وبعد المزيكة هتخش الـ CD ظهر بعد كده والغريب إن الاخترع الـ CD أو الشارك في اختراعه نفس المهندس اللي عمل الكاسد يعني تقريباً قتل الكاسد الكاسد اللي هو اللي اخترعه بيده وحتى سألوه إنت عملت كده إزاي؟ لهم أنا بشكل مهندس فلازم أشتغل وأطور ماليش دعو بالـ يعني أنا اللي عملت كاسد قبل كده ده تطوير يعني تسمع مزيكة معينة على كاسد تبقى في حمتة معينة مثلاً في مكان نتصان في الـ background تبقى تسمع مزيكة معينة فداماً فيه ارتباط بين المزيكة والمكان وبتاع فداماً ما كانش ينفع لما بكاسد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر